برنامج الزيارة الرئيس الفرنسي من المرتقب أن يصل غدا بعد الظهر في حدود الخامسة والنصف زوالا سيلتقي ملك البلاد جلالة الملك محمد السادس سيلتقي رئيس الحكومة لاحقا سيلتقي أو في صبيحة اليوم الموالي سيلتقي رئيسي مجلس النواب والمستشارين وسيلقي خطابا في البرلمان هذا ما رشح إلى جانب طبعا فعاليات موازية أخرى عشاء بحضور جلالة الملك نقرأ تفاصيل هذا البرنامج وسيرافق الرئيس الفرنسي سترافقه عشرات الشخصيات أكثر من 120 شخصية من مختلف المجالات زيارة تستغرق ثلاثة أيام أكيد وهي زيارة مهمة ببرنامج اللي هو برنامج غني بتفاصيل اللي هي متعددة ولكنها كلها تتمشي في سياق واحد سياق واحد اللي تجسد أولا الرغبة للبلدين للتجاوز مرحلة الفطور في العلاقات ما بين البلدين وتكريس واحد الأمر اللي هو ما كانش تتمشى بشكل سليم مع الفطور ديال العلاقات الدبلوماسية بين البلدين خاصة إلى استحضرنا واحد المجموعة ديال المؤشرات وواحد المجموعة ديال الأرقام بحيث أنه فيما يتعلق بالسياق الاقتصادي والسياق كذلك ديال تجاري ما بين البلدين هو أن البلدين منذ 2015 إلى ما تم سنة 2023 استطعوا أنهم يضاعفوا الدينامية للمبادلات التجارية مبيناتهم هذا الشيء اللي ما كانش يخلي التوازي فيما يتعلق بالعلاقة الاقتصادية والعلاقة التجارية وما تتاكش على مستوى التطور السياسي اليوم هذه الزيارة بمختلف تفاصيلها وبمختلف الجزئيات ديالها اليوم جات باش أنها تصحح الاختلال اللي كان فيما بين واحد تطور له وتطور سريع وصلنا إلى واحد الأرقام اللي هي أرقام قياسية اشتركوا في القناة